اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ان الوزارة قامت باعادة ارسال الفي جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعات الوزارة في رامالله الى مستودعاتها في قطاع غزة واشارت الكيلة في بيان صحفي مقتضب الى انه تم نقل الفي جرعة عبر معبر بيتونيا وشددت على ان هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا والطواقم العاملة باقسام الطوارئ